الخبر الأولي، يعادن عن الصلوحي اللي صار بين أحمد أمروب و برهم المعراوي بعد المشكلة اللي صارت في بيناتهم اسمت depl Rhine beauty فبعد شهر يا حبايب من هذه المشكلة اللي صارت برهم المعراوي نلزت هذا المقطع على ال قناة باليوتيوب ويشاندي يعلم كليا من خلال انه رح يسافر من لبنان الدبي فأحمد أمروب، يا حبايب متل ما تعرفون وأنتي علّق على هذا التعليق جاندي قال لهذا وال согласي وفقت برهم وبارح clarification يا حبايب، هو أحمد أمروب إذا هذا المقطع على قناتو برهوم المعراوي كتاب لكوميت على هذا المقطع وأنه فيديو قوي بالتوفيق يا باشا من الوضع يا حباب إنه مثالتو مريدوني الصالحون لكنه وعن ما شوية خجلانين من بعض فإن شاء الله يا رابي الصالحون بأسرع وقت وأكيد منتظرين مخاطر الخرافي اللي حسوها ويا بعض طبعا إذا مثالتو بخايفين أو مستحين من بعض فعندي خطأ لهم واحد من عندهم يدزلهم هذا المقطع وقلوهم شوفوا هذا الخبر دي ينتشر عنكم أه دا سوي إعلاني نفسي وين المشكلة؟ ننتقل حاليا القمر مارو شو نصاروا إياها فمثل ما تعرفون يا حباب إنه تهكى حسابها بالإنستقرام وللأسف إلى الآن الحساب ما رجع بعض ما هي كانت فرحان للأسف يا حباب قطعوا فرحة مالتها وبعد ما نزلت هذه الأستوريات وشادت تحكي بها عن تهكير حسابها طبعا هي نزلتها على حساب زوزي اللي حاب إنه يروح يتابع ما نزلت ولا شيء بعده إن شاء الله يارى بيرجع حسابها بأسرع وقت إن شاء الله ما تكون هي مكتبة في لهذا ما قاعدت تنزل إشي على حساب زوزي عاكم نكتبنا بالكومنتاج شريكم بهذا الخبر ونتقل حاليا الفضيحة نورستار فلما نزلت هذا المقطع يا حباب اللي كانت تجاوب على الأستوري لمدة 40 دقيقة وأحمل الأسئلة يا حباب اللي جدتها شوفوا رح تطركم ياسمعوا اللي بعده كم مرة حبيتي بحياتك؟ حبيت مرة بحياتي ولكن يا حباب من نورستار شعرت بنزل هذا الاستوري قبل شهر لما نقولوا لها شون جوزت يا حبك الأول قال حبيت الثاني أكثر فالسهل يطرح نفسه شلون هي تقول إنه حبيت مرة واحدة حبيت مرة أحبا يكتبنا أحبا بالكومنتاج شو تقول هل نورستار شنت تشذب أو لا ونتقل حاليا النورستار وأصالة مالح في النورستار يا حباب منزلت هذا المقطع على التيك توك نوع الماتشات أصالة النور لابسي شوية ملابس قصيرة هذا نخلي كومنتات يا حواي يسيبوهم يا حباب مثل ما شايفين يقولون إلي شابسين بقصير 200 لايك وإن بناطركم 1800 لايك وكومنتات يا حباب اللي قاعدين ينتقضون أصالة المالح إنه هذه أول مرة بحياتها هي تلبط قصير فقاعدين يتهجموني عليه ويسيبوها مثلما شايفين يا حباب بالكومنتات وإنما توقعنا أصالة تلبس هيج وإن لماذا نورستار ش تلبس بالكومنتات اللي ظاهر قدامكم حصل عدد لايكات كلش عالي لكن يا حباب اكتبونا بالكومنتات هل يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له أو لا؟ ندغل حاليا اليارا مارو تزيل هذا اللي سوريشات كتابي بدي تفرجيني تعابكم على الفيديو أول مرة بطلب منكم هايك طلب إنه تساعدوني هالفترة أن كثير تعبت أنا وأمي وحطى شوية قصرت بحياتي وبدراستي مشان هالمفاجأة فبدي منكم تدعموا الفيديو بشكل مو طبيعي وإنه هي واثقة بنا إنه الدعم راح يكون كلش خرافي طبعا المقطع يا حباب راح أجدلكم اليوم على الساعة بالأربعة فأكيد لازم منفجر المقطع كلما تحبسين إلا في بكل حالي مفاجأة النزلات الكل يروح يفجر هالعاكات يا حباب وكتبنا بالكومنتات إذا نزلت المفاجأ عجبتكم أو لا وبيصلوا يا حباب لنهصات المقطع ثم من أقطع جابكم نسسوا نتفجروا هذا المقطع بالعاكات وبدأ شاهدكم في زي مقاطع بميكت القصص مع السلامة أحبكم